إنتي لإبنة رقم اتنين للدكتورة عبلا الكحلاوي إنته ثلاث بنات والدكتورة عبلا كانت يعني بس ثلاث بنات ما عندهاش ولاد دكتورة عبلا معروفة كانت بحنية هاش شديدة لكن هي كانت سيدة قوية نعم صح؟ كانت سيدة قوية وكانت ساعت ليها نصائح قوة يعني ما تفرطيش في حقك الناس متخيلة أن الصبر وصبري على الأذى وهي نصايحها ليكو أنك ما تصبريش على الأذى حد ليكيه أنا فاكرة يعني لما كنت قابلها أكتر من مرة هي سيدة قوية جدا الناس متخيلين الصورة الحنية أنه الحنين ده الأم الحنينة ولادها يستضعفوها ويدوها على دمخها أبدا هي ما كانتش كده هي كانت سيدة قوية وإحنا بنحاول نوصل الصورة دي أنك أحنا إينا أم إحنا إينا بس تبقي قوية مش ابن أبدا يزعق فيكي ولا يقف قدامك ولا كده حكيلي شوي عن الفكرة دي هي أمي اترملت وهي سوية فبالتالي كانت لازم تحمل صفات الرجولة وصفات الأنوسة كانت أم وقب حنية 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 بس في شدة وحزم وحسن كل حاجة وليها وقت كل حاجة وليها تقدير معين فإحنا توهنا شوية في الأول بس في الآخر كل واحدة فينا جمعت الصفاتين دول بطريقة معينة كل واحدة فينا بقت إيه حنية زيادة عن اللزوم بس فيه وقت فيه حزم وشدة وحسم كنت أنا الأول عندي حنية مفرطة من غير لحزم ولا حسم ولا حاجة من دي بس بقيت أقلدها بقيت لأ شوف هي عمرت في الموقف دا إيه حتى دلوقتي رما بتحط في مواقف كأني بستدعي شخصيتها هي لو وقفة دلوقتي هتعمل كذا 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 فلاقيت نفسي بس تحضر الشخصية وفجأة لقيت نفسي إيه وعيبني من فضلك الموضوع كذا 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 وبتكلم بنفس طريقتها هي كانت كده كانت كده كانت حاسمة إيه وعيبني من فضلك يعني تدي القرار الصح مش الست الطيبة المستضعفة أبدا لأ عشان الستات بيصعبوا علي تقولك ابني مبهدل ابني مش عارفك وتعيت ما تعيتيش يعني فكرة أنك تبقى ضعيفة كده وابنك مثلا جبروت معاك لأ هو مش الصح الحل يكون إيه أن توقف الولد عند حده ولا يبقى إيه الحل إن أنا لازم يبقى الأول الابن عارف الحدود بتاعته إيه ما هو أنا ما ينفعش إيه أطلبه بحاجة هو ما تعلمهاش أو أطلبه بحاجة أنا ما قلتهلوش وما اتفقناش فيش اتفاق مصبق إن طريقتك لازم تبقى كذا إنك لازم تكون كذا إنك إنك حاجات دي مهمة قوي بيسموها الأسكس تاعت التربية إن أنا بجيب ابني وبعلمه حدود وإيه وعلى الأساس ده بحسبه طيب دكتورة رودينا ياسين كان صحابها بيسموها حلالة المشاكل وهي اشتغلت فترة طويلة مع دكتورة عبلك كحلاوي في إعداد البرامج وفي يعني كنت يعني دراعي اليمين كده في الشغل